بقى يعني يمكن مصطلح الثنائيات يذكر مرات بطريقة يعني خلينا نقول سيئة وأن يعني ممكن هذا الإنسان لازم تكون مع أغلب العيال ولازم مدري شلون ما يصير ترتبط في شخص وكذا من الأمور هذه صح حنا مع الثنائية المحمودة اللي فعلا نواف بن فرزان مع العيال كلهم على خوتها وعلى طيبة وعلي شمراني كذلك يمكن ترى هذه خليني أقول يمكن حسب متابعتي البرامج الواقع وجودي فيها من قبل للأمانة كنتم الثنائية اللي فعليا الثنائية المحمودة مثلما هذا شيء يذكر والله هذا شيء يذكر حنا مع هذا الشيء طبولي عمر وشخص مثلك يقول الكلمة هذي هذي بالله يعتبره ساب على سبيل حسنا معكم دائما وابدا يعني ممكن أحيانا الأشياء هذي انأثرت على تفاعلك داخل البرنامج وعلى وجودك بنقول لا والله هذي ما صارت ثنائية محمودة هذي صارت ثنائية الدورة الخطأ ويمكن في أي لحظة من اللحظات واحد منهم يودع لقل الأشياء وللخصمات وللأشياء الأخرى لكن ما شاء الله عليكم يعني انتم قدمتوا شيء من تفاعل من ريالتي من أشياء واجد قدمتوها والعيال كلهم ما شاء الله انتم ما وصلتوا إلى اليوم هذا حنا كم اليوم؟ 84 84 من طيب راسي راح راح الكثير وبقى القليل مخارج مهدل عزر الشبان والله شفت هذي الثنائية لابنوا تكلم أنا ما عدر في هذه الثنائية طيب حلو هذا التصريح اللي أنا أبيه هذا التصريح الأبيه ثنائية أزمع ثنائية مهذل وسلطان هذه الثنائية اللي يقول لك منجت وهي منكوبة منجت أزمع عليها ظروف خصمات تجيها خصمات لا والمشكلة إذا جاء هذا خصم يزعل الثاني وانش علمي ما جان يخصم طيب حتى في السمليا بابا يروح يعانده ويزمد هزم ثاني يعني خللنا نقول هذي الثنائية هذي نسميها فاكهة البرنامج حزار الحزار يعني حنا بالعكس نحب أن نستمتع بحركاتكم واموركم وخصوصا جو الشيبان اللي دالما تعيشونا وشوفناكم ما شاء الله كنتم ماشاء الله كنتم العسم لي شجبنا لكم أباكا سلطان جمال زلائية لحل تاول خضروات هذي جان شي حل طيب طيب فارس اساك الله الخير كيف الحال عساك طيب طيب جاك طيب الحمد لله على السلام الله يسلمك جملتنا ووقفت الوقفة الطيبة اللي تمثل فارس وتمثل كل جمهوره ومحبينا وتمثل أخويانا بعد في عمان كيف شفت السفرة يا فارس والله السفرة ممتعة تعرفنا على ثقافة عمان وعرفنا كرمهم وطيبهم ورحابة صدورهم وقابلنا أخواننا العمانيين على رأسهم محمد بن رميثان ديض الله وجهه وكانت سفرة ممتعة جدا وإن شاء الله لنا زيارات قادمة لعمان بإذن الله عز الله أنكم تجملتم في الشيء الطيب والله العظيم إنه يعني لو إنه كنا مشتاقين لكم جدا يعني يعني يا رب ما يصدقون